بقى انا مواضيع اكتفها يا ماي اه يا ماما انت مواضيع اكتفها طيب انا بس كنت بسأل بقى ده حوار طبيعي بين ام وبنتها انا كنت مفروض امسك الشبشو بوضربها فوقنا فوخها بعدين يعني ايه جايبين لي مانج من غير صورتي علي كل الموزعين المحترمين الكبار بيلطعوا صورهم مع المانج شفاهم ايه الاستهدار بيا ده استهدار جايب عدلك يا ماي مايي بندك دي الشابة كربة شوية كومنتات على الموزعيات التفا مش ممكن مصخرة جايبها لكات كتير قوي الحمدلله على السلامة يا حبابتي طب هي ما كتبتش كمان على المعدين الادفة لا 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 ما جابيش سريتهم خالص انت قصدك ايه؟ قصدك ان انا معدة تفا؟ ارجوكي ما تفهمينيش صح كده يا انجي؟ طب اوكي خدي عندك الموضوع المهم جدا ده قولي يا اختي قولي نبيل العسكري اللي عند حسين هيتجوز مبروك مبروك ممكن يساعده؟ اه والله فكرة افقى موزيعة تفا وكمان شحيتها لا طبعا وفيه هي يا انجي؟ دي الدول بتشحت من بعضيها اش معنى احنا يعني؟ طب هو ماله؟ العشر تلاف جنيه دول ممكن يجوزوه ويهننوه والسح يدحم بوه ايه دي الواد لابوه؟ ويعاني الواد بيعاية صعبان علي الواد عشر تلاف جنيه ايه اللي يجوزوه يا انجي؟ لا يجوزوه يا كاميليا ويفيد معا كمان لا بقولك ايه؟ لو كنت بتفكر اتكلم الشيخ الكاتاتني علشان يجلب الفلوس انسي خالص لحسن يا حبة عيني سمعت ان هو فلس يا سلام لا انا هجيبلك كاتاتني تاني ها؟ بتاع مجلس الشعب بقولك ايه يا كاميليا انا عايزة اجلب البوليس بس خايفة يبعتولي حسين جوزك لو انا بيبلاش حسين كاميليا كاميليا ايه؟ كاميليا ايه؟ جتلي الفكرةarias تحفة بسيه خالي نبيل وخطبته يجولنا النهاردة بالليل البيت هتعملي ايه، مش فاهمة بس كده اول ما تقوليلي مش فاهمة بحيست ان انا ماشي في الطريق الصح و الصحه احبة هيجوت ادي الود لابوت ليعينوا ولقي ب lifestyle لأ نقش عبان علي الألوال لحسبي الود واقع